السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم معكم مستر علي السيد إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح ونحل كلمات الدرس الثالث والرابع طيب نفتح مع بعض صفحة 23 المرة دي مفيش key vocabulary هندخل على طول الimportant vocabulary فما فيش شرح جمل كتير يعني مساعدة أو يساعد aid وعندنا تعبير على بعض اسمه visual aids visual aids يعني الوسائل البصرية المساعدة مرفق attached فلما أقول attached to معناها إيه مرفق بattached to the email audience الجمهور المستمعين أو المشاهدين أو القراء audience حزام belt كاتيجوري أو كاتيجوري تصنيف كاتيجوري كاتيجوري حفل سيروموني زي مثلا لما أقول graduation ceremony يعني إيه حفل التخرج certificate شهادة زي الشهادة اللي بنحصل عليها بعد التعليم يقارن compare compare يعني مثلا هقول لا تقارنه بالآخرين هقولها زي don't compare him with others compare with يعني يقارن بي معقد أو مركب complicated قلنا تسوي complex كلمة سهلة وأخذناها بالكده creativity الابداع multiplication في الرياضة معناها الضرب اللي هو 2 في 2 أربعة الحاجات دي كلها لكن ليها معنى تاني التكاثر فتسوي reproduction reproduction معناها إيه التكاثر في الأحياء وكده الإنجاب يعني وكده التناسل ينظم organize party احنا عارفينها بحفلة صح أو حفلة لها معنى تانية زي حزب أو فوج وهكذا party أو جماعة يؤدي perform والاسم منها performance performance أداء picnic كفعل معناها يتنزه يخرج بره في المنتزه وكده picnic لها معنى كاسم ممكن تكون ايه الطعام أو مسلزمات النزهة اللي أكلها ناخده معنا أو النزهة نفسها picnic وفي الغالب قبلها go on go on a picnic picnic presentation عرض تقديمي presentation وقبلها دايما make a presentation أو give a presentation ربح profit وتمشي فعل معنى يربح أو يستفيد profit فرق ما بينها وبين profit دي profit دي يعني نبي أو رسول أو نبي تحديدا يعني أو profit محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استمارة الرد rsvp form ودي أصلاها فرنساوي responde بلاغي بلاغي rhetorical rhetorical يعرف أو يحدد يديره تعريف يعني define عشان كده جاية منها definition definition يعني تعريف degree درجة أو شهادة جامعية diagram رسم بياني elegant أو graceful وساعة smart معناها أنيق أو كيس مش كيس ها كيس ممتع enjoyable feedback التغذية الراجعة أو تقييم تمام feedback يعني مثلا في حد عمل حاجة ألقى عرض مثلا فبيقولك أنا عايز الفيدباك إيه رأيك حلوة لوحش والحاجات دي كلها عالمي global تسوي universal international وهكذا graduate دي كاسم معناه خريق كفعل ننطعه graduate يبقى نفس الكلمة ليه هنطئين graduate ده اسم خريق لكن كفعل ننطعه graduate والاسم منها graduation التخرق لما قلنا graduation ceremony حفل التخرق يوضح أو يشير إلى indicate indicate دعوة invitation جاي من الفعل invite lift بال i خلي بالك معناها يرفع أو كاسم معناها مصعد لا سنصير يعني بالامريكان اسمه elevator وفرع بينها وبين lift دي اللي هي يسار أو شمال أو الماضي من leave يعني وغادر تبقى غادرة list يعني قائمة list نحفظ memorize memorize جاي من memory ذاكرة score كاسم معناها نقطة كفعل معناها يسجل أو يحرز short notice معناها رسالة موجزة بشكل ملحوظ significantly ذاكي أو أنيق smart يبقى تسوي elegant و graceful بمعنى أنيق sponsor كفعل معناها يرعى أو يمول كاسم معناها ايه راعي sponsor والاسم منها sponsorship التمويل أو أنك ترعى مثلا حاجة بجعى swan أو ننطاها swan 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 لإني bridge بننطاها swan يبقى American swan تمام swan حديث أو خطبة talk تسوي speech بالزبط speech تقنية أو اسلوب technique unique يعني فريد أو مميز visual كصفة معناها بصري أو مرئي visual aids مؤثر بصري على بعض visual برضو whisper كفعل معناها يهمس يتكلم ايه بصوت واطف ودنك كده مثلا والاسم منها همسة وهي whisper وخلي بالك هنا الh silent whisper ننتقل بقى للحل رقم واحد بيقول he leaned over lean over معناها يميل أو ينحني هو ما لنحيتي كده and not to my ear إلى أذني but I didn't hear what he said بس أنا ما سمعتش اللي قاله shouted يعني زعى أو صاحة أكيد مش جاية ما سمعتش اللي قاله فأكيد مش زعى whispered معناها همسة جاي من يهمس اللي هي whisper يهمس يقول بصوت ايه منخفض cried يعني صرخ أو عيط وسانج يعني غنى اذا اجابة تكون whispered رقم اتنين a or an not question السؤال النقط is the one that you don't expect to get a specific answer to هو السؤال اللي انت مش متوقع له اجابة محددة الاختيار ايه amusing يعني مثلي ordinary يعني عادي retelling جاي من retell يعني يعيد رواية أو سرد يعيد قص أو رواية أو سرد rhetorical معناها بلاغي وحنا اتفقنا ان السؤال البلاغي مش محتاج اجابة rhetorical rhetorical اللي بتكسبها من وظيفتك refine اخدناها بل كده في كلمة refinery اللي هو معمل التكرير تقريبا تمام refine يعني يحسن define يعني يعرف refuse يعني يرفض appear يعني يظهر اذا ان اجابة تكون defined يتم تعريفه وكلمة define زي ما اتفقنا جاي منها definition تعريف رقم اربعة the refugees اللاجئين need urgent not محتاجين ايه عاجلة كلمة urgent يعني عاجل audience يعني جمهور diagram رسم بياني feedback تغذية راجعة اللي هو التعليقات وهكذا والتقييمات aid معنى مساعدة طبعا اجابة تكون aid يبقى urgent aid مساعدة عاجلة رقم خمسة parents of students الوالدين او الاباء او اولياء الامور بتاعة الطلبة are invited to the graduation نقط مدعوين الى نقط التخرج يبقى حفل التخرج creativity يعني ابداع certificate يعني شهادة ceremony معنى احتفال او حفل category معنى فئة او تصنيف ممكن انطقها category the american category british طبعا الاجابة واضحة كده ceremony معنى حفل number six flash cards videos and diagrams البطاقات الفلاش اللي عليها كلمات مسلا تفتقرها وكده بتساعدك في حفظ الكلمات videos الفيديوهات and diagrams والرسوم البياني are all نقط aids كلها aids مساعدات او هنا نقول وسائل او معدات نقط teachers now use بيستخدمها المدرسين دلوقتي rhetorical معنى بلاغية visual معنى مرئية elegant يعني انيق او كيس وانا تساوي smart complicated معنى معقد طبعا اجابة واضحة كده visual visual aids معنى ايه وسائل بصرية او معدات بصرية رقم سبعة after نقط بعد النقط young men الشباب join the army ينضمون للجيش for military service ليه الخدمة العسكرية picnic رحلة خلوية او نزحة خلوية talk يتحدث او خطاب او حديث talent يعني موهبة graduation يعني تخرق وطبعا هاي دي الاجابة 8 a not joins the army for military service مين بقى اللي بينضم للجيش من اداء او لأجل اداء الخدمة العسكرية picnic لا talk لا graduate قلنا كاسم الاول كاسم نطقها graduate كفعل نطقها graduate وكاسم معناها خريك وكفعل معناها يتخرج اذا الاجابة تكون graduate a graduate خريك لكن اتفقنا سوان معناها ايه بجعة number nine i got my university space in 1998 حصلت على الشهادة الجامعية في سنة 98 technique يعني تقنية او اسلوب profit يعني ربح وشورت notice notice ملاحظة قصيرة ودجري درجة اذا اجابة degree number ten it was not easy for me to give a presentation to a or an space i faced for the first time ما كانش من السهل اني ألقي a presentation عرض تقديمي او توضيحي الى الجمهور اللي انا قبلته الاول مرة audience يعني جمهور طبعا كده تجوبت diagram معناها رسم بياني feedback تغذية راجعة او تقييم aid قلنا معناها مساعدة اذا اجابة تكون audience number eleven i look forward to getting my general secondary education certificate انا قلتها لانها على بعض اصلا احفظ التعبير ده لان المفروض انت بتدرس فيها general secondary education certificate g s e c اللي هي شهادة اتمام السنوية العامة g s e c general secondary education number twelve mister bali was dressed in a or n black suit mister bali كان لابس بدلة سودة نقط rhetorical بلاغية visual مرئية elegant انيقة complicated معقدة الاجابة elegant رقم 13 giving a نقط to a foreign audience ان القاء نقط لجمهور اجنبي needs good preparation يحتاج لالاعداد الجيد picnic نزهة خلوية talk يعني خطبة او خطاب او حديث graduate خري graduate يتخرج graduation التخرج اذا الاجابة تكون talk 14 she made much note from selling clothes هي كسبة الكثير من ايه بقى من بيع الملابس تكنيك تقنية profit يعني ربح short notice قلنا short notice معناها ملاحظة قصيرة degree درجة اللي جابة واضحة profit رقم 15 sometimes احيانا it is difficult to provide without making someone angry احيانا من الصعب ان provide هنترجمها حسب الاسم اللي جاي without دون جعل شخص ما غاضبا يبقى provide audience توفر الجمهور مش جاية provide diagram توفر رسم بياني مش جاية الاجابة تكون feedback يعني انت عملت ايه تعليق او تقييم لكلام فهو ايه ممكن يغضب اذا اجابة feedback تغذية راجعة او تقييم او تعليق رقم 16 نقط is what makes you different نقط هي ما تجعلك different مختلفا creativity الابداع تمشي certificate شهادة مش محددة وغير كده الشهادة دي ايه تعد فمحتاج a certificate قبلها a ceremony احتفال pause يعني التوقف مؤقت اذا الاجابة تكون creativity 17 your bad marks درجتك الوحشة in physics في محتاج انك تذاكر افضل من كده to be better at it عشان تكون احسن من كده فيها التنت يعني يحضر لا طبعا ركز معه عشان محدش يقول ايه يحضر الدروس وكده فلازم يذاكر لا مش كده والفكرة انت هتحطها في النقط فدرجاتك الوحشة في الفيزياء تحضر ان تشير الى ان صح يبقى تشير او تدل على تنظم يتوقف مؤقتا اذا الاجابة تكون تدل 18 rhetorical معناها بلاغ يتقول اللغة البلاغية هتكون صعبة لا اللغة البلاغية يعني فيه بلاغة كلمة قليلة بقى والناس تفهم اكتر بالعكس يبقى دي بتساعد في الفيه طيب visual معناها مرئي elegant معناها انيق يبقى اذا الاجابة complicated ايوة كده لغة معقدة رقم 19 I've gone on a space انا رحت في نقط with my close friends خلي بالك دايما go on بعدها رحلة اذا الاجابة تكون picnic نزهة خلوية رقم 20 it's a bit space but can you come tomorrow انها نقط صغيرة هل من الممكن ان تأتي غدا انها تقنية صغيرة لا مش جاي مع السياق profit ربح short notice معناها ملاحظة ظننة يعني ما اقولك حتة على بعض داي ايه منحظة صغيرة او لفت انتباه بسيط كده طيب رقم 21 or and not is one of the visual واحدة من المرئيات او الوثائل المرئية او المساعدات البصرية يقدر ينفذها طبعا هنا employee مش معناها يوظف عامل يعني يوظف شيء يستغله يعني ايه اللي ممكن يستغله البرزنتر المقدم ك visual audience الجمهور نفسهم اكيد لا يعني انه رسم البياني تمشي feedback تقييم او تغذية راجعة graduate يعني فريق اذا اجابة diagram رقم 22 people are different الناس مختلفة this makes it difficult to put them into space ده يجعل من الامر صعبا ان تضاعهم في ايه ابداعات لا منهاش علاقة certificates شهادات ceremonies معناها احتفالات categories معناها فئات او تصنيفات رقم 23 sociable students الطلاب sociable هم اجتماعيين وكده arbiter at space events دايما هما بيكونوا افضل في نوعة الاحداث lifting رفع الاحداث indicating اشارة الاحداث organizing تنظيم الاحداث pausing معناها عملية ايقاف الاحداث مؤقتا مش جائز الاجابة organizing 24 my mother made the picnic and put it in a bag or a big bag ماما جاهزت ال picnic هنا picnic اصدو الحاجات المستلزمات بتاعت الرحلة الاكل وكده تمام في شنطة كبيرة the word picnic here can be replaced by a يمكن استبدالها بوسطة trip trip نزه او رحلة لا طبعا واخلي بالك بيتكلم عن الاكلة نفسها او التجهيزات outdoor meal الواجبة الخارجية صح visit زيارة journey رحلة اذا اجابة outdoor meal رقم 25 asking rhetorical questions ان اسئلة او عملية ان تسأل اسئلة بلاغية is a not هي ايه نقط used in giving presentations هي نقط تستخدم في تقديم العروض التقدم هي ايه اسلوب او تقنية يبقى technique لكن profit قلنا ربح short notice ملاحظة قصيرة degree درجة ننتقل للvocabulary study هنبدأ الاول بالمتلازمات اللغضية verbal collocations make مع notes تسوي write down notes يعني يدون ملاحظات تمام organize a picnic معناها ينظم نزهة خلوية tell a story معناها يروي قصة فتسوي narrate narrate a story وتسوي برضو عندنا recount برضو معناها يروي minute test one واحد بيقول I do not believe the stories انا مش مسدق القصص هي نقط us about his generosity generosity معناها السخاء والكرم I know he is a miser انا عاف انه هو بخيل خلي بلك mix كانت تمشي صح لو mix up يعني يقلف قصص يبقى هنا قصدو ايه يروي قصص يبقى tells رقم اثنين امير is good at نقط picnics امير شاطر في ايه تنظيم مثلا ال picnics يبقى organizing رقم ثلاثة I need to look at the notes I space at the meeting انا محتاج انه بص بص على الملاحظات اللي دونتها يبقى I made لان عندك make notes يدون ملاحظات تعبيرات الهمة expressions and idioms في سن صغير at a young age at a young age دايما at مع age معنى في سن او في عمر at midday في منتصف النهار ممكن اقول at dusk at dusk معنى ايه في المغربية كده في الغصق قبل المغرب شوية dusk ممكن اقول at night at night يعني بالليه ممكن اقول at dawn في الفجرية وهكذا attach to معنىها مرفق مع او متصل بي children's rights to an education حقوق الاطفال في التعليم creativity award جائزة الابداع get a degree in يحصل على شهادة جامعية make it clear يجعل منها الواضح rsvp form استمارة الرد relate to معنىها مرتبط بي او متعلق بي rhetorical question سؤال بلاغي اللي هو سؤال لمجرد التأثير الخطابي يعني sporting achievements انجازات رياضية sporting club نادي رياضي sports people الناس الرياضيين united nations اللي بنختصرها un اللي هي الامم المتحدة visual aids الوثائل البصرية المساعدة visual aids make notes on معنى يدون ملاحظات write down notes about be proud of تساوي بالضبط take pride in اخذناها بلا كده احنا بنحل take pride in يعني افخر بي او be proud of والتفقن ان pride معنى فخر دي اسم the first ever يعني اول من نقط على الاطلاق تساوي بالضبط the first to نقط والمصدر أو والمصدر the year to come تساوي بالضبط the following year the next year يعني العام المقبل the year to come the year to come young people تساوي youth يعني الشباب verb plus preposition فعل زائد حرف جر compare something or someone with someone or something يعني يقارن شخص او شيء بشخص او شيء اخر dream of او about يحلم بي dream of about of about give out معنى يوزع يوزع حاجة على الفصل مثلا walk in ده فعل intransitive يعني لازم مش بياخد مفعول لكن walk into معنى يدخل مكان فمحتاج المفعول به بعده طيب ننتقل مني تست one رقم واحد she was proud نقط get خلا بلق get مش getting the first prize proud of plus verb ing او نون لكن proud to plus infinitive او مصدر اذا العجابة هنا تكون ايه to عشان get ده مصدر لكن لو getting بقى تكون of رقم اثنين it is not always right ليس دائما من الصحيح to compare ان تقارن a child طفلا باطفال اخرين in public علانية او امام الناس يبقى with compare with يقارن ب ثلاثة we agreed to meet نقط midday تفقنا midday وانتصف النهار وعندك dawn و dusk و night at على طول حرف الجر المستخدم at number four each child كل طفل has the right له الحق نقط good education تعليم جيد قلنا have the right to له الحق في شيء يبقى مستر محمد has not it clear جعل الامر واضحا make it clear يبقى الإجابة تكون made جعل الامر واضحا that he will never argue over football مش هيتناقش تاني في الكورة او يجادل فيها وكده طيب رقم ستة صلاح is the first Egyptian footballer صلاح اول لاعب كرة قدم مصري to win the golden boot ان يفوز بالحزاء الزهبي in the premier league في الدورة الانجليزي this means صلاح ده معناه ان صلاح was the first player ever كان اول لاعب في التاريخ على الاطلاق يفوز بيها لا طبعا هو قصده مصري فقط is the first footballer ever the اول لاعب في التاريخ يفوز بيها برضو غلط عايزين مصري فقط see is the first Egyptian ever to win it هي دي الإجابة اول مصري على الاطلاق لكن hardly يعني بالكاد فاس بيها أصلا سبعة these are the prizes we are giving space to toppers دي هي الجوائز اللي احنا بنوزها على الفائقين يبقى give out give ايه out تمانية teen agers still need some guidance بعض المراهقين او المراهقين ما زالوا ايه يحتاجوا لبعض النصح والارشاد فكلمة teen agers المراهقين can be replaced by a young men اه صح بس خلي بالك young men كده معناها المراهقين الشباب بس صبيان بس نعايزين اللي اتنين young men and young women صح طيب young boys كده برضو مركز على اولاد بس يبقى كده غلط young هنا مش محدد ماشي هتقول لي ما تمشي ما احنا عايزين مش محدد لا young هنا صفة انا عايز اسم teen agers يبقى الإجابة تكون الشباب رقم 9 the applicant's personal photos are attached to their application forms طبعا attached to معناها يرفق ب يبقى الصور الشخصية بتاعت المتقدمين مرفقة باستمارات التقدم بتاعتهم نمبر 5 clear the confusion لاحظ الفرق احنا اتفقنا في اول الفيديو اني rsvp دي كان أصلاها فرنساوي اللي هي غيبوندي سيلفو بلي يعني please reply بالانجليش رشي rsvp walk in دفع لازم وبالتالي مش محتاج مفعول بعده لكن walk into دفع المتعدي لمفعول محتاج المفعول به مثال she opened the door and walked in فتحت الباب ودخلت فين مش مهم هو عارف لكن هنا لازم يحدد walked into her room walked into her room to come لما تيجي بعد مدة زمنية معناها الآتي أو التالي فتسوي next أو the following زي ما قلت لكم قبل كده the year to come next year the following year the days to come the next days the following days برضو دي شرحتها ان be proud of بعدها ايه noun or verb ing her parents are very proud of her هنا جات pronoun ضمير يعني ايه طبع النون وخلاص لكن to بعدها مصدر proud to receive this award ما تنساش ان take أو have pride in تسوي بالضبط be proud of يعني يفخر بي أو يفتخر بي بس pride ده اسم معنا الفخر وبعدها برضو noun or verb ing she takes أو has pride in her respectable family هي تفخر بعائلتها المحترمة أو المرموقة اخر جزئية mini test 3 number one next week الاسبوع اللي جاي means the week نقض the week خلي بالك نقض بعد the week لو نقض في النص تقول the following week أو the next week لكن المراضي the week to come the week to come رقم 2 I opened the gate فتحت البوابة and carefully walked نقط وبحرص كده يعني بالراحة خالص دخلت هل حدد المفعول به لا يبقى walk in مش into لكن اللي بعدها حدد هنا المفعول به أو المكان يبقى into أربعة I am proud أنا فخور بنجاحي ده اسم ناؤن صح يبقى off على طول لكن مصدر فعل يبقى على طول ايه to be وقلنا take pride in take أو have pride in يبقى اللي جابة تكون in ترجمة نانسي قنقر